احنا يا سادة اتكلمنا النهاردة عن القيمة المضافة وزي كل واحد من اولادنا يكون قيمة مضافة احنا لازم نسعى في ده ونستمر في ده وحنا نفضل نتكلم لغاية ما نكون عاوني لأولادنا على انهم يكونوا خير ونكون عاوني لأولادنا انهم الله سبحانه وتعالى يفتح بيهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مبين لنا قيمة مهمة جدا جدا قال نصرت بالشباب فبين ان الشباب قيمة مضافة وعمل قيمة مضافة لما خلى سيدنا اسامة يقود الكيش ففهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة ان سيدنا اسامة قيمة مضافة وعشان كده امضوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا قائدا للجيش استمروا في دعم اولادكم اولادكم مش محتاجين منكم ان انتوا تفكروا لهم اولادكم محتاجين ان احنا نحترم تفكرهم ونساعدهم انهم يخرجوا اجمل ما فيهم لما نحسسهم بالامان ونحسسهم بالدعم ونحسسهم ان احنا وراهم دايما سر من اسرار مدد ربنا ليهم لان ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان هم يبرونا امرهم ان هم يبرونا لان احنا نفضل دايما سند ومدد ليهم من رب العالمين وعشان كده هالجزاء والإحسان إلا الإحسان ربنا امرهم انهم يحسنوا الينا لان احنا نستمر الجزء والقناة اللي بيوصل لهم مدد ربنا من خلالنا شكرا